اشتركوا في القناة منها طبعا النواحي الاقتصادية من اكتر القطاعات اللي بتتأثر باي حدث بشكل سريع قطاع السياحة كيف تتعامل او تتعافى السياحة والاثار مع وجود فيروس كورونا خلونا نعرف اكتر ونطمئن اكتر على حالة السياحة في مصر من خلال ضفنا اللي بيشرفنا النهاردة استاذ باسم حلقة نقيب السياحيين اهلا بحضرتك فانت اهلا وسهلا فانت منورنا النهاردة على ارض مصر وعلى ارض مصر بتقع اجمل بقاع العالم من الاثار ومن سبل السياحة المتنوعة يعني عندنا سياحة شاطئية عندنا سياحة اثار عندنا سياحة دينية ثقافية عندنا يعني كل انواع السياحة اخبار السياحة في مصر ايه في ظل فيروس زي ما احنا شايفين انه اثر على العالم كله وليس فقط على مصر والمصريين والحياة طبعا فيروس كورونا بشكل كبير وليس في مصر فقط ولكن في كل العالم وزي ما حضرتك عارفة أن السياحة مرتبطة دايما بالسفر مرتبطة برحلات التيران وبالتالي طبعا الزرف اللي بتمر به مصر لا يختلف كثيرا عن الزرف اللي بيمر به العالم ومع ذلك مصر أخذت احتياطات صحية كبيرة جدا للحفاظ على الإنسان المصري والعامل المصري وخاصة في القطاع السياحي يمكن فيه إجراءات بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف على العاملين في المنشآت والسياحة والفندقية اللي موجودة لنتمن عليهم وفي حالة وجود أي اشتباه بيبتدي الاتصال فورا بوزارة الصحة لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة لعدم انتشار هذا المرض أو هذا الوباء طبعا احنا تقريبا نقدر نقول انه منشآتنا الفندقية تقريبا متوقفة تماما انتهزنا هذه الفرصة لتعقيم هذه المنشآت بحيث انها تكون جاهزة لاستقبال السياحة مرة أخرى بنفكر ان احنا نشتغل بشكل تدريجي يعني ان شاء الله يمكن بنأمل ان احنا نبتدي بالسياحة الداخلية على الاعياد اللي خادمة مع اخذ الاحتياطات الصحية اللازمة يعني نقدر نقول انه الفنادق مش هنتشتغل بالكبستي الكامل لها يعني نبتدي نشتغل حتى لو تدريجي بنسبة اشغالات 25% ونبتدي نتحرك فيها ويبقى في احتياطات صحية زي ما قلت حضرتك سواء للعاملين باستمرار النزلاء الأماكن في المطاعم في الحمامات السباحة في الغرف والحقيقة الفترة دي احنا بنستغلها في تدريب العمالة على عملية الاحتياطات الصحية اللي هيبتدي يتبعوها سواء في المنشأة او مع الجسد اللي هيجي الفندق حجم الخسائر بقى يعني اكيد في خسائر يعني احنا كنا بنبني في قطاع السياحة بقالنا فترة لانه زي ما حضرتك تعلم الظروف اللي عشناها قبل كده اثرت بشكل كبير على السياحة بتدينا نتعافى شيئا فشيئ ثم اتى الفيروس نقدر نقول حجم الخسائر قد ايه وحنقدر نعوضها في خلال قد ايه هو طبعا الخسائر في القطاع السياحي في مصر الفادحة لانه عايز اقول لحضرتك ان كل شهر القطاع السياحي بيدخل تقريبا حوالي مليار دولار مليار دولار ده رقم كبير جدا بيعزز الاحتياط النقد المصري وبالتالي اصبح غير موجود يعني خلال الفترة اللي جاية بنبتدي واحدة واحدة كده يعني نحسن الدخل من الاقتصادي مع تشغيل رحلات الطيران لانه كمان رحلات الطيران هتريد تشتغل برضو على استحياء ويمكن عندي خبر مفرح للمصريين وزميلي في القطاع السياحي بنقول لهم انه ألمانيا هتبدأ تشغل رحلات يعني لعدة وجهات في العالم ومن ضمنها مصري كجهة آمنة عايزة طمن زميلي كمان وقول لهم انه يمكن مصري مع دخول فترة الصيف وزيادة درجة الحرارة في الجو ده بيقلل بشكل كبير جدا فرص الإصابة أو العدوى من فيروس كورونا وبالتالي مصر اعتقد هتبقى زي ما بنقول كده الوجهة السياحية الأكثر أمانا في العالم واعتقد انه في كتير من الأوروبيين هيهربوا من بلادهم وهيجوا عشان يقيموا عندنا في مصر بنتمنى ده طبعا ده احنا بنترك هذا الكلام للأطباء لكن هو الفكرة انه نقدر نعود بشكل سريع فكرة الخسائر زي حضرتك بتشوف بقى دور الدولة في التدخل للحد من الأزمات يعني احنا شوفنا الحقيقة قرارات واضحة وصريحة للحفاظ على المواطنين بالنسبة القطاع السياحة نفسه هل هيتم تعويضهم هل انتم كنقابة مثلا ممكن تقدروا تقفوا بجانب العاملين في قطاع السياحة طبعا الدولة اخدت عدد من القرارات المهمة جدا والاجراءات اللي تخفف من نتائج الأزمة على العاملين في القطاع السياحي وزارة القوى العاملة الحقيقة مع الوزير محمد سعفان عمل جهد كبير جدا بناء على توجات سيد الرئيس وموافقة مجلس الوزراء بصرف مبلغ لا يقل عن 600 جنيه وقد يصل إلى 1000 جنيه طبقا للأساسي اللي بيحصل عليه العامل في القطاع السياحي المتضرر وتم التميز على جميع المنشآت السياحية بعدم تسريح العمالة وانه الدولة هتحاول تتعود هذه العمالة وتعود هؤلاء المستثمرين بمبالغ يعني اعانة لمدة شهرين او ثلاثة لغاية ما الامور تتحسن اكتر ايضا عدد كبير من المستثمرين بدأوا يعني يخففوا من المرتبات اللي بياخدوها الموظفين الكبار عشان يعوضوا الموظفين الصغيرين فنوع من انواع التكافل الاجتماعي ما بين العاملين وبعضهم البعض بننتهز هذه الفرصة اللي احنا يعني نعتبر متوقفين في القطاع السياحي وبنحاول على قدر الامكان بالتدريب والتوعية والتسقيف عن بعد من خلال البرامج التكنولوجية اللي بتخلي فيه كونفرانسة عن طريق الانترنت بنحاول على قد ما نقدر نطلع مساعدات لزميلنا اللي تضرروا من هذه الازمة وظروفهم المادية يعني بسيطة بنطلع بعض المعونات اللي موجودة ليهم حياة بنحاول نكتهد على قد ما نقدر لكن انا شايف انه الزروف بتتحسن احنا داخلين دلوقتي الحمد لله يمكن يعني بعد شهر رمضان كل سنة حضرتك طيبة وداخل العيد هيبتدي فيه نوع كبير جدا من الحركة السياحية اللي هنبدأ بيها بالرحلات الداخلية ثم بعد كده مع حركة التعران زي مولت حضرتك هنبتدي لاستقبال رحلات من الخارج كل سنة حضرتك طيب نقدر نقول هل فيه اي يعني مميزات قدرنا نستفيد بيها في فترة الركود زي مثلا اصلاح بعض المنشآت مثلا لانه فيه فرصة بسبب التوقف هل احنا قدرنا نخطط بشكل افضل هل قدرنا ان يكون عندنا خطط قبل للتنفيذ لوضع مصر على الخريطة السياحية العالمية بشكل اعلى لانه طول الوقت الحقيقة بتصور ان مصر لم تأخذ حقها حتى الان من الخريطة السياحية العالمية يعني انا معرفش فين ضعف وفين نقدر نعلكها لكن ممكن هدوء الرتم العام وهدوء الحالة وعدم الاستحام بالمشاريع القائمة حاليا يعني فرصة للتدبر وفرصة لوضع خطط لرفع اسم مصر بشكل اكبر في الخريطة السياحية العالمية لما لنا من يعني قيمة كبيرة في هذا المجال هو الحقيقة طبعا وزارة السياحة عملت مبادرة اسمها اكتشف مصر من بيتك والحقيقة بيتم تصوير بعض من المناطق الاسرية والسياحية اللي موجودة وبيبتدي فيه شرح بالاستعانة بعدد من المرشدين السياحيين وينشر هذه الجوالات السياحية الافتراضية على مواقع الوزارة وعلى السوشيال ميديا والحقيقة دي عملت رواق كبير جدا في تحفيز كتير من الاجانب واشات بيها عدد كبير من وكلات الانباء والصحف العالمية ويمكن السيئن ان نشرت برنامج كامل عن هذه المبادرة وقالوا ان مصر عملت فكرة جديدة في الترويج لمصر بحيث انه بعد انتهاء ازمة كورونا هتكون مصر من الدول المهمة او الاساسية او الرئيسية اللي يعني تحفز كتير من السواحة والاجانب ان هما يزورونا والخطوة دي على فكرة كانت مهمة جدا لانه كمان حتى المصريين كانوا عندهم القدرة من وهم في بيتهم ان هما يتابعوا هذه الافلام وتعطيهم المزيد من الثقافة للمناطق السياحية وفي نفس الوقت الحقيقة احنا شغالين على الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير والشغل لا يتوقف ويمكن خففنا شوية من العمالة وبنعمل الاحتياطات الصحية اللازمة لكن بشكل عام احنا لنا توقف ودايما مستعدين يمكن حتى برضو زي ما حدرتك قلت بعض المنشآت اللي كان عندها بعض الصيانات اللي بتتم فيها بدأوا نستهزى زي الفرصة ان احنا نشتغل عليها واتصور انه يمكن يعني قريبا جدا نقدير الشخصي انه العيد ده هيكون فيه افتتاح لعدد من الرحلات السياحية وان لم تكن بشكل كامل ولكن بشكل جزئي عشان تبتدي الحياة تستمر ونتحرك بإذن الله للمستقبل هنتابع مبادرة وزارة السياحة لاكتشف مصر من بيتك عشان يبقى عندنا جدول كده ان شاء الله بعد ما ان شاء الله الكل يتعافى ويذهب فيروس كورونا ونبتدي ننزل مرة تانية يكون عندنا خطة لازاي نكتشف مصر بلدنا الجميلة اللي ممكن نكون كان دايما علنا على اماكن برا في حين انه عندنا هنا زيها وافضل نتابع ونشوف اطلقت وزارة السياحة والاثار مبادرة الزيارات الافتراضية لمواقع التاريخية والاثرية المصرية للجمهور بعنوان اكتشف مصر من البيت لكي يتمكن من تفقد تلك الاماكن من بيته خلال فترة الاجراءات الاحترازية لمواقعة فيروس كورونا المستقر واطلقت الوزارة المبادرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل رئيسي ومع بعض البعثات والجهات الاجنبية واوضحت الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والاثار انها تنشر في الثامنة من كل يوم زيارة افتراضية جديدة بتكنولوجيا ثلاثية الابعاد جميلة طبعا ان انا اعرف معلومات عن بلدي بالنسبة للاثار والمادة الاثرية اللي موجودة عندنا في مصر وانها تتصور تصوير 3D وتبقى جميلة كده هتبقى افضل من انا هروح ازورها لها في المكان نفس انا واحد من الناس يعني ممكن ما كنتش شفت حاجات كتيرة واولاد الصغيرين طالما ما فيش سافر والدنيا ربنا يحوش الوباء نعرفها نعرف بلدنا اكتر والجيل اللي لسه صغير ده يعرف يعني ايه مصر وايه الاثار وايه الدنيا اللي موجودة دي شيء كويس يعني هي اكيد حاجة حلوة اتعرف واحد حاجات هو ما يعرفهاش مثلا انا ما عرفهاش بس فيه غيري ممكن يكون اعرفها هي اكيد هتبقى حاجة جميلة هتعرفه حاجة كتير ما يعرفتهاش واجب على الزهارة الاثار طبعا انها تبين الاماكن الاثرية وتعرف بعض الشاب فيه اجيال كتير ما تعبش حاجة ده فيه اجيال دلوقتي يعني تلاقي الشاب عنده مثلا تلاتين سنة تيجي تسأله عن حرب اكتوبر يقولك سنة كام مش عارف انا وانا اعف بيتي او اعف مكاني اعرف كل شيء عن بلدي اعرف حضارة بلدي حضارة سبعة تلاف سنة اعرفها في منزلي وفي مكاني فده يعتبر تطور هائل جدا منعرف تاريخ بلدنا نعرف حضارة مصر وحضارتها على مر العصور بنعود لحضاراتكم على طول والحقيقة استاذ باسم بعد ما الناس كان عندها جداول مزدحمة بشكل كبير وخصوصا في اوروبا وفي امريكا كان كل ويكند هو يعني رحلة محافظ عليها بشكل كبير يشوفوا اماكن جديدة وفرد عليهم الحظر وما بقاش حتى قادرين انهم ينزلوا يعني يتمشوا في الشارع ازاي النهاردة احنا ممكن بقى كناس ما عندهاش ثقافة السياحة الداخلية ولا عندنا ثقافة الويكند زي الغرب نقدر ان احنا ندخلها علينا خصوصا في هذه الظروف المصرين طول الوقت مشغولين طول الوقت حتى يوم اجازتهم لو مش مشغولين فهم قاعدين في البيت ثقافة التنزه مش موجودة زي النهاردة اقدر ابني لزيارات معينة حتى لو بدأناها بتقسيمة مثلا مصر القديمة وبعد كده نشوف محافظات يعني احنا عندنا اثار رائعة في اماكن كتير عندنا ثقافات متعددة كل محافظة مشهورة بحاجة غير يعني عندنا فكرة الثقافة مهمة الصعيد غير سينة غير بحري ازاي نقدر ان احنا نعمل الخطة دي شوفي اقول لحضرتك على حاجة اولا يعني انا بدعو كل اسرة في مصر انه يكون زي ما بيكون ليها الدكتور المخصص بتاعها تكون ليه شركة السياحة اللي الخاصة بتاعته اللي هي تنظم له كل اللي هو محتاجه عايز اقول انه شركة السياحة عندها القدرة ان هي ترتب له الرحلات بتاعته وبقى اقل من الاسعار اللي ممكن هو يتصور انه هو ممكن يبقى شاطر وهيجيب تخفضات اكبر بالعكس شركة السياحة تقدر تترتب له كل رحلاته بارخص الاسعار حتى لو رحلات داخلية داخلية او خارجية ويمكن موجود في كل شركات السياحة عدد كبير من البرامج السياحية يعني واعتقد دي هتفيد للمجتمع الاسري او لولادنا وزي ما حضرتك قلت ودي نقطة مهمة جدا طب انا في القاهرة ما ابدأ اشوف المتحف الاسلامي المتحف القبطي مصر القديمة اشوف القلعة اشوف حتى لو هروح الاهرامات شارع المعيز شارع المعيز وبعدين ما تبقى سزيارة فقط لانه مهم جدا ان شركة السياحة هتبتدي تجاهز معايا مرشد سياحي وانا بتجول بولادي واسرتي يعني تحكيلي على كل مكان والتاريخ هذا الاثر وايه الخلفية التاريخية اللي كانت وراه واسباب وجوده اعتقد انه كده يبقى احنا نجحنا في اننا نعمل رحلات مفيدة لنا ليس فقط على مستوى كمان الاسرة ممكن العيلة نفسها كلها تتجمع كلها ولادي العمام ولادي الخلات ويبقى اطلع لهم بعض سياحي مخصوص ومعاهم مرشد سياحي يبتدي يحكي لهم عن الاماكن السياحية ده بالنسبة لرحلات اليوم الواحد حتى لو هيبتدي يتحركوا برحلة الى الاسكندرية فهناك ايضا في اسكندرية عدد كبير جدا من الاماكن السياحية اللي يقدروا انه هما يشوفوها الفكرة مش في الزيارة فقط الفكرة في اللم بتاعتنا اللي احنا بنبقى فيها مبسوطين مع بعض الفكرة كلها في شركة هي شايلة من دماغنا خالص كل الترتيبات في باس بيتحرك بينا في مرشد بيبتدي يحكي لنا ومصاحبنا في الرحلة يعني الجو نفسه لا وفكرة ان احنا بقى قاني الاوان نورث ده لأولادنا ما نبقاش طول الوقت في حلقة خروج في البيوت المعتادة او الزيارات المعتادة فكرة ان الاطفال ما بيبقاش عندهم المساحة ان يقدروا يلعبوا يعني عايزين نخلي فكرة ان احنا قعدنا في البيت بالغصب يعني بسبب فيروس كورونا تغير فينا حاجات يعني يبقى عندنا ثقافة يعني حتى في الافلام الابيض وسود نلاقي انه في مجموعة بتروح الفيوم في الاناطر كان بيجي ده الهرم كان نلاقي دايما في الافلام ان هم راحوا الهرم كنوع من انواع التنزه احنا عايزين نعلم ده لأولادنا انه فكرة الراحة هي مش معناها ان احنا ننام في البيت وخلاص معناها ان احنا ناخد الاسرة وده على فكرة ليه اثر ايجابي جدا على التواصل العائلي الاب باولاده بيبقى له اثار ايجابية بشكل كبير وكمان الواحد بيبقى زعلان لما نلاقي ان احنا عارفين او ولادنا عارفين عن دول اخرى اكتر من اللي عارفينه عننا هنا في مصر هو يعني بنقول مثلا ربا ضرت النفاع يمكن فيروس كورونا من الفوائد اللي تمت فيها هي لم شامل الاسرة يمكن الاب كان طول الوقت خارج البيت ومشغول عشان لقمة العيش والشغل والعمل ولقاءاته بولاده محدودة في الوقت بتاعها الام معظم وقتها اذا كانت بتشتغل فبرده وقتها محدود مع ولادها الولاد كل واحد مع الموبايل بتاعه بيبتدي عايش في عالم مستقل بنفسه لم شامل الاسرة ويمكن بدأنا نشعر انه بقى فيه لمة حلوة بقى فيه اكتر يعني غدا وعشا كمان في البيت للأسرة كلها ملمومة بقيت فيه مشاركة بقى فيه حكاوي احساس الاطفال بوجود ابوهم معاهم لانهم كانوا محرومين منه طول النهار فبدأت يعني يبتدوا يتقربوا من بعض اكتر الحقيقة كلها عملت قلفة كبيرا للأسرة وده الحقيقة يعني ما بقربنا زي لمة رمضان اللي بنستناها من السنة للسنة اعتقد ده يعني من الفوائد المهمة جدا لانه بدأ الاطفال نفسها تحكي وتطلب من والديها المطالب وتبتدي تتناقش معها في المشاكل اللي بتدي تقابلها وكل ده الحقيقة بيساعد على عملية زيادة الألفة ما بين الأسرة المصرية مرة أخرى وعودة التقاليد اللي كانت موجودة وأنه الأب في المكان موجود على الصفراء وولاده فين وزوجته فين بدأوا يفكروا ويتفرجوا على التلفزيون مثلا فبيشوفوا بعض الأفلام وبعض الحاجات فبدأوا يبقى فيه تخير لنوع الدراما اللي بنتفرج عليها هل هي هادفة وتساعد الأسرة ولا غير هادفة بدأوا يشوفوا أفلام سياحية لمناطق كتيرة بدأوا فيه نقاش وحوار حول هذه المناطق طب يا بابا احنا عايزين نروح نتفسح في هذا المكان صحيح خصوص أنهم محبوسين فما حيصدقوا بقى نقدر نحن نخرج خلينا نخرج لهذا التقرير وهذا الفاصل عن كيفية نهوض بقطاع السياحة في مصر بعد أزمة فيروس كورونا وأرجع لحضرتك على طول أستاذ باسم وعايزة أستفيد لأن حضرتك في خلال كلامك تكلمت عن الدراما فده هيكون له أيضا دور أو نقطة حوار في حلقتنا نطلع لهذا التقرير ونعود على طول مع زيادة قيود السفر حول العالم للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا من الصعب تخيل كيف سيبدو قطاع السياحة والسفر بعدما تنقض الأزمة ويعتقد الخبراء أن قطاع السياحة والسفر على النطاق العالمي قادر على العودة والانتعاش من جديد كما فعل من قبل مع الأزمات السابقة وفي الوقت الحالي لا نعرف متى أو كيف سيمر الوباء ولكن بمجرد تحسن أزمة الصحة العامة سيحتاج المسافرون إلى أفكار جديدة لتشجيعهم على السفر والسؤال مضروح الآن كيف ننهض بقطاع السياحة في مصر بعد أزمة فيروس كورونا السياحة هترجع إن شاء الله لما نبدأ إحنا بأفراد مجتمعنا إحنا الأول نهايئهم نفسين نبقى في سياحة الناس هتتشجع للسياحة والناس هتشجع للشو وبالتالي الأمور هتستقر الناس طبعا بتقيس السياحة عموما بتتقاس بمصدر البلد واللي البلد عيشاه واللي الناس حاسة بيه ده مصر هي بلد السياحة وبلد العلم وبلد الدين وبلد الثقافة أقول فالسياحة هتطلع بس هتطلع لازم تكون فيه مشاعدة لازم الحكومة تكون قوية مع السياحة عشان الشاحة تكون بإيه إن السياحة عندها خسارة كل يوم القطاع السياحة طبعا إحنا دي الأزمة كلها على العلم كله يعني مش سياحة في مصر بس فربنا يسأل لما الأمور تتحسن شوية نبتدي نشتغل على إن إحنا نسوى السياحة من أول وجديد السياحة صحة تعليم زراعة على الحاجات دي كلها تمام نبتدي واحدة واحدة ناخدها ونشوف إيه هي المطالب الحقيقية اللي الحاجات دي محتاجاها ونبدأ فعلا نسعى فيها كلنا ولازم طبعا نكون مع بعض يعني ما حدش هيقدر يعمل حاجة كده مع نفسه وما بيش حد مساعده أستاذ باسم حلقة ونقيب السياحيين أهلا بحضرتك مرة تانية والحقيقة خليني أقول بأجواء رمضان وحتى المزيكة الرمضانية الجميلة بيرجعنا لأجواء أنه لولا الفيروس كان زمانا في خان الخليلي وفي شارع المعزة وهذه المناطق الجميلة لكن هنا كمان عايز أقول أنه إحنا علينا بقبل استفادة بفترة التوقف بإعادة حساباتنا مرة تانية يعني إحنا كسياح مصريين بنبقى أحيانا مدايقين مثلا من المتسولين أنه مثلا عايزين الشارع يبقى من أنظف ما يكون وبعيد عن القمامة وغيره إزاي نقدر نعمل ده لأنه هي فترة فيها توقف بس ممكن يكون فيها استفادة كمان هو الحقيقة طبعا إحنا بدأنا نوجه رسائل توعوية لسلوكيات مع السواح وسلوكيات المواطنين في المناطق الأسرية والسياحية وده على فكرة دور مهم جدا المفروض أن احنا نشتغل عليه بشكل كبير وإن كنا نستهدف بوقت حالي بالنسبة للمواطنين الموجودين الباع الجائلين أن المفروض ما يبتاش يلح في بيع الحاجة بتاعته ودي سلوكيات عامة أعتقد أن احنا بيئة توعية لها ممكن نحقق فيها نتائج كويسة لكن الأهم هو بناء الطفل المصري لمستقبله بعد كده يعني يمكن الأطفال في المدارس محتاجين دايما في حصة الأنشطة مادة خاصة بالسياحة والسلوكيات السياحية وأهمية السياحة ودورها في دعم الاتصاد المصري والحضارة المصرية حتى يشعروا بالفخر والفخار لبلدهم خصوصا أن أطفال العالم بيدرسوا تاريخنا يعني بحكم أنه هو مهد للحضارة عايزة أنتقل لنقطة تانية بشكل سريع فكرة السينما والدراما لأنهم عنصر أساسي في الحقيقة نقل أو تعظيم بعض المشاهد يعني مثلا نذكر دول هذا الكم من السياحة ولكن الدراما الخاصة بيها مجدت وعظمت وكانت سبب مهم للدخل الخاص بالسياحة كمان هنا حنشوف أنه في بعض الأفلام أو السينما العالمية لما بتيجي تصور عندنا بتلاقي إجراءات تعصفية كبيرة ده بيخليهم يلجأوا إلى مثلا المغرب وغيره لتصوير يعني مشاهد شبه مصر وبيتقال أن الفيلم عن مصر ولكن ما بيتصورش في مصر في حين أنه ممكن يكون بمثابة ترويج لنا حيث بتشوف دور السينما والدراما والتعامل معهم بشكل يخدم السياحة المصرية كأداة مهمة للإعلان عن مصر الدراما وأعمال السينما هي بتخلط تاريخ وبالتالي أنا لما أسمح لهم أنهم يصوروا في المناطق السياحية أو الأثرية بتاعتي بتظل هذه الأفلام عالقة في التاريخ السينما العالمية زي ما حضرتك قلت ودي فعلا فرصة أنه حصل اندماج ما بين وزارة السياحة ووزارة الأثار لأنه كان فيما قبل وزارة الأثار بتطلب رسوم مالية كبيرة جدا وعدد من الاشتراطات كبيرة جدا عشان تسمح للسينما الأجنبية أنهم يصوروا في المناطق الأثارية بتاعتي أعتقد كانت في صراخ من وزارة السياحة دايما مع وزارة الأثار لتسهيل الإجراءات وتبسطها بقدر المستطاع وده الحياة كان بيخلي عدد كبير من المصورين في هليود وفي السينما العالمية أنهم يزهدوا في التصوير في مصر ويبنوا بولاتوهات مثلا مشابهة في دولة زي دولة المغرب بتقدمهم تسهيلات كبيرة جدا أو في أي حتة تانية ويبتدوا يصوروا أنا شايف أن دي باندماج الوزارتين فرصة مهمة جدا لأنها أصبحت وزارة واحدة ومعالي الوزير خالد يعني وزير واحد فأعتقد ده هيساعد بكتير في تخفيض رسوم التصوير أو الإعفاء منها تسهيل الإجراءات وفرصة أن هم يصوروا المنشآت والأماكن الأثارية بتاعتي لأن ده هي تفضل بالنسبة لي دعاية كبيرة جدا ومش هنروح بعيد في دول كتيرة حوالينا في المنطقة اهتمت بالأعمال الدرامية وتصوير الأماكن السياحية اللي موجودة وحققت من خلالها دعاية سياحية غير مباشرة ساعدت الاقتصاد السياحي أو الاقتصاد القومي بتاع بلادها فأعتقد أن مصر في المرحلة دي قادرة على أنها تحقق من خلال التصوير الدراما أو الأعمال السينمائية كثير من المكاسب للقطاع السياحي أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ باسم حلقة نقيب السياحيين بشكرك جدا على المعلومات القيمة وأنا تمنى التعافي السريع لقطاع السياحة في مصر بشكرك كيفان شكرا مشاهدين الكرام دي كانت حلقتنا من على أرض مصر على أرض مصر كل الأماكن الجميلة اللي نقدر نزورها إن شاء الله وإحنا بنحافظ على أنفسنا أول ما الحظر يعني يسمحولنا بالخروج فرصة وإحنا النهاردة في البيوت إن احنا نكتب عبارة عن قائمة بالأماكن اللي حابين نزورها ونتواصل مع شركة سياحة وإن شاء الله تعيشوا أيام سعيدة دائما ودائما وأبدا تحيا مصر شكرا وإلى اللقاء شكرا شكرا